أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا وبنصبح بالخير على كل اللي نضمه لمتابعة برنامج يوم جديد وفقرتنا الآن بتحدث عن الجمعيات الخيرية وهي إلها دور لا يقل أهمية عن الدور اللي بتقوم فيه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لدعم وتنمية المجتمع اليوم نتحدث عن جمعية صحاب هذه الجمعية اللي عمرها حوالي 35 سنة شو الأدوار اللي قامت فيها لخدمة المجتمع لتنمية المجتمع الخطط والبرامج اللي بتقوم عليها لتطوير هذه الجمعية كيف بدأت والآن وين صارت ولوين رايحة يعني محاور عديدة بنتحدث فيها مع رئيس الجمعية الأستاذ علي أبو زيد وهو أيضا أمين سر اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العاصمة عمان أهلا وسهلا بداية اسمحوا لي أتقدم بكل الشكر للقائمين بتلفزيون الأردني على هذه اللقاءات الطيبة التي تهدف إلى نقل المعلومة والخبرة من واحد لآخر لعلها وعساها أن تصب الأخير إلى أهداف تجعلنا نخرج بمخرجات تخدم الوطن والمواطن وتناسب المرحلة الحالية والمرحلة المستقبلية الجمعية كأي جمعية أخرى في الوطن تهدف إلى خدمة الإنسان تهدف إلى خدمة المواطن عنوانا رعاية الإنسان الأقل حظا الحالات الإنسانية الخدمة متنوعة في الجمعية من وضع لآخر حاليا المشاكل تطورت لوضاع اختلفت من تقديم المساعدات العينية هناك زخم في عداد الطلاب في الجامعات التفاع رسوم الجامعات هذا يشكل علينا عبئ هناك بطالة تطلب مننا أن نبحث عن فرص عمل لهم حقيقة هذه كلها نضع لها خطة تناسب المرحلة والبيئة التي نعيش بها فمثلا نحن بجمعية سحاب لنا اتصال مع جميع الجامعات الخاصة وبنحاول نحصل على اتفاقيات منطقية ضمن أسس حتى نحصل على خصم للطلاب وبنتابع طلابنا بنحاول نجلب لهم مساعدات مالية تخفف عنهم العبئ بنتابعهم بعد التخرج لعل وعسى عن طريق مكتب تشغيل شرق عمان وهناك اتصال مباشر بينهم وبينهم جبيع فرص العمل لأنه إحنا إذا الطالب تخرج وظلوا عبئ هنزاد هم الأسرة فلذلك هذه قضية نتعامل معها أي أسرة تجينا إحنا دائما نعمل إليها يعني ما فيه بطالب صحا فيه طبعا لأنه فيه تخصصات لا تقبل هذا من أخرا أستاذ علي هذا المحور الأخير ممكن تعملوا عليه بما يتعلق بالطلبة وموضوع الدراسة الجامعية أنا أبدأ أتحدث عن فترة 35 عام تقريبا تعتبر الجامعية كنوة ويعني لها أساس حقيقي وفاعل بال35 عام كنتم تقدموا الأدوار النمطية المعروفة تماما بما يتعلق فقط بالحالات الإنسانية موضوع العمل التطوعي أم هناك خلال هذه الفترة الطويلة محاور مبادرات حقيقة واعدة كما تتفضل الآن مؤخرا بما يتعلق بالطلبة يعني لو قرأنا البدايات بداية تأسيس الجامعية وقبل 35 سنة وحاليا إحنا في 2016 نعم قبل 35 سنة كنا نقدم مساعدات عينية وكنا كذا وكنا نشعر بسعادة عمى عندما نقدم لأسرة فقيرة مواد غذائية نقدم لها في فصل الشتاء يعني إحنا طبيعة مجتمعنا بمر بمناسبات عندك رمضان مناسبة عندك فصل الشتاء مناسبة موسم المدارس مناسبة الجامعات التقرد يعني هذه المناسبات احنا جميعا بنلاحقها وبنتبعها وبنحط خطة لكل ظرف في رمضان إلى أوضاع خاصة طبعا احنا بنقدم لمساعدات نقدية مساعدات طارئة مساعدات ثابتة اسمها المساعدات المتكررة عن رواتب شهرية حاليا لمجموعة من الأسر هذه مستمرة الحالات لكن احنا كمان حاليا بعد هذه الخبرة لما تجينا الأسرة نعمل إليها دراسة نعمل دراسة لعدد أفراد الأسرة شو الثقافة اللي عندهم شو بدل ما أنا أقدم له مواد عينية أو مبلغ معين وأنتهي ممكن أنا أوجه للعمل ممكن أوجه للمشاريع الصغيرة وهذا هو المطلوب سيدي وهذا هو المطلوب طبعا لأنه أنا أقدم له مساعدة بعد أسبوع بدرجالي إذن أنا ما حليت مشكلة اتكالية يعني أنا بحاول قدر المستطاع تنمية مستدامة يعني العملية تكون مستدامة يعني بحاول قدر المستطاع أني أنا حلم مشكلة ما ظلها المشكلة تتكرر علي وكذا في أشياء ما أقدر على سبيل المثال في البيت أطفال في الكذا هنا إحنا نلجأ إلى أكثر من مصرب مصرب نأتي إلى فاعل قير يتمنى هذه الأسرة وعندنا الكثير هذا خلاص فولئ كذا عنا بعض الأشخاص يتبنون عدد من الأيتام وهذا مصرب آخر على سبيل المثال عنا نستطيع أن نقدم لهم إحنا مساعدات عينية كذا مستمرة ومبلغ معين عنا التفاقيات مع طباء القطاع الخاص تمام كل طبيب له عدد من الأسر هذا عشر هذا خمسة عشر هذا عشر وتعالج مجانا عنا التفاقيات لأنه بنا أحلى الأسرة بس مش توكلوا تشرب برضو من أن نرعاها لدينا اتفاق مع السيدليات في المنطقة ونحصل على خصومات عشر وخمسة عشر وعشر وقد يكون إعفاء من العلاج كاملا هذه كلها الحلقات كلها هي اللي بتعاني منها المجتمع لكن حاليا نحن في 2016 الوضع اختلف يعني أنت لما تقرأ على الشارع كم عدد من البطالة السبب التنوع في التخصصات التنوع يعني أنا مش معقول أجيب طبيب أو مهندس وأقول له أشتغل عامل إنتاج بلاستيك أو كده يعني بالرغم أنه العامل إنتاج أنا شفت عمال إنتاج وحصه 7800 دينار على سبيل المثال وشفت مهندس أنا ابني مهندس يعني بالنسبة حصة 6700 دينار على سبيل المثال وعامل الإنتاج بأخذ لكن بظل النفسية الوضع الاجتماعي له كمان علاقاتهم تحدثت سيد علي في بداية كلامك وقلت أنه إحنا الجمعية يعني مش زي أول ما تأسست وبعد عشر سنوات بعد عشرين سنة بعد خمس وثلاثين سنة عم تتطور يعني في الأداء والخدمة أيضا المقدمة للمنتفعين بها الآن لشو بتتطلعوا شو مشاريعكم شو برامجكم المستقبلية اللي بتشتغلوا عليها أنا عندي طموحات وعندي أمان بعد هالخبرة من هالعمر حوالي أربعين سنة من العمر في العمل التطوعي عندي ضمحات أنه إحنا نفكر يكون على أقل أنه على مستوى الوطن يوم الأيام مؤتمر وطني يرعى ويضع مصطلحات جديدة لمفاهيم العمل التطوعي في زخم في فوضى بالشارع في العمل التطوعي قانون الجمعيات يعطي كل سبع أشخاص يأسسه جمعية أنا بطمع أنه نفكر في مشاريع ولو كانت على مستوى المحافظة أو على مستوى الاتحاد في كل محافظة أو على مستوى الألوية طبعاً لا ننسى في دور كبير بيقوم بسيدنا قوافل الخير سكن كريم المعالجة الطبية لكن نحن بحاجة أن نفكر حان الوقت بمشاريع أنا تعطيني 100 دينار أو تعطيني موارد غذائية ب500 دينار هذه سريعة للسهلاك يعني لو فكرنا كل منطقة شو بناسبها بمشروع في مناطق بدأ صالة أفراح في مناطق تحتاج إلى مركز طب الشامل في مراكز رغم كل هذا كمان نحن بنعاني من إيش التعليمات يعني أنا على سبيل المثال يبقى عندي جمعية عندي تبرعات معينة هذه مخصصة حسب نظام أساسي موضوع في الجمعية أعطيك المثال أنا بدي أروح أشتري للجمعية سيارة على سبيل المثال إذا اشتريتها بدفع ضريبة الدخل وضريبة مبيعات حوالي ثلاث ألاف دينار بالرغم هذه مخصصاتي لأيتام وفقراء وإلها أسس بالصرف أتمنى أنها تضع تتغير هذه التعليمات من الحكومة إعفاء الجمعيات من ضريبة الدخل إعفاءها من ضريبة المبيعات أنا مرت بتجربة هذه قبل سبع أيام دفعت على باص حديثاً نعم 2957 دينار دافع قبل أسبوع أرتري فلذلك شوف الوضع في القانون إذا أنت بتتفرع لي بالباص مع فيه إذا أنا باشتريه بدفع مش عارف أنا مش عارف أقرأه أستاذ علي يعني هو أبرز التحديات التي تواجهها الجمعيات ككل ليست حصراً فقط على جمعية سحاب موضوع النمطية والشيء التقليدي بما يتعلق بالمعونات المباشرة لأنه يعني مع مرور السنوات الماضية نشاهد أنه فيه اتكالية يعني في هذا الموضوع من قبل الجهات المستفيدة أو الأسر المعوزة على وجه التحديد فالتحدي أين يقمن بالإنجاز بما يتعلق بتوفير الديمومة والاستدامة بممكن مشاريع صغيرة مشاريع تنموية ويدل حالها لا تصفق إذا ما كان هناك تشبيك حقيقي ممكن مع البلدية ممكن مع وزارة التنمية الاجتماعية الجهات ذات العلاقة أكيد بالنهاية رح نظلنا واقفين مكاننا فهذا يعني تحدي كبير لكم أكيد سيدي نحن نواجه صعوبات نواجه تحديات يعني القراءات لكل يوم فيه إشي جديد كل يوم نحن نواجه أمور كثيرة أنا حكيت لك التعليمات بدأ قراءة يعني اثنين أنا أتمنى يعني هذا الزخم للجمعيات في جمعيات عبارة عن اسم يعني غير فعالة في المجتمع يلي تكون تآلف أو بينها الجمعيات اتحاد على مستوى المنطقة يضعوا أهداف معينة تخدم منطقاتهم تخدم الوضع اللي نحن نتحدانه حاليا يعني نسبة الفقر تزداد نسبة الهموم على المجتمع تزداد تزداد الضغط النفسي تزداد يعني فيه مشاكل كثيرة الإعاقات صارت تزداد الأمراض صارت تتنوع أو تكبر ومسميات كثيرة يعني أنا لو بدي أنا أدرس الإعاقات وعمل لك استبيان باخرد بالمنطقة بأنه بدنا مراكز كذا فلذلك كيف على مستوى الوطن على مستوى الوطن نحن بحاجة لمركز وطني لرعاية الإعاقات بحاجة لمركز وطني لدراسة السلوك السيء اللي احنا بيه بنعاني منه بكل أسباب سواء مخدرات سواء أمراض نفسية هذه كلها بالأخير بتعود على المجتمع بزيد الضغط على الأسرة بزيد أشياء هذا حال الجمعيات كمان في محافظة العاصمة يعني أنت كأمين سر لاتحاد الجمعيات أنا أعطيكي نقطة أخرى كمان في المجتمع بتسبب مشاكل زيادة نسبة الطلاق أنا عندي مسجل حاليا يعني المشاهدات بتتم عندي وبعاني منها بضغط وإصلح وساوي وكذا إلى آخر زيادة نسبة الطلاق هاي شو بدها تد أكيد تفكك أسر تفكك أسر رجوح على الوطن على المواطن فلذلك أنا بتمنى يعني أنه إحنا بالأخير نخرج مخرجات تهدف لمصلحة الوطن للمواطن بتمنى أن نضع خطط بتمنى تعليمات جديدة أعطيك مثال بسيط جدا بعجالة بعجالة أوكي يعني أنا لو بدي ديني تبرع من دولة أو من صديق في خارج البلد بدأت شهرين ثلاث حتى أخذ موافقة أنا مرت أدتني بالا من السويد دعالت حوالي شهرين أو ثلاث حتى أخذ موافقة يعني هذا الروتين أنا بدال ما أرجع لت مديرية التنمية ومن مديرية التنمية تسلسل لوزارة التنمية إذا نحن بحاجة لقوانين أو تعليمات تنظم هذه العملة وتسرع فيها حتى نعطي أصحاب الحاجة متفاعدات يعني إحنا من نشكرك لوجودك أستاذ علي أبو زيد رئيس جمعية سحاب وأمين سر اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العاصمة لوجودك معنا وهذه الإضاءة على هموم الجمعيات مش بس جمعية سحاب وأمرز التحديات أيضا الله في سلواتنا نتمنى لكم كل التوفيق وهذا عملكم الطيب إن شاء الله إلو بصماته على الوطن والمواطن وتمنى لكم الديمومة يا عبد أشكرك سيدة تلبية أهلا وسهلا شكرا